بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يصلي على محمد وعلى محمد فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما فيه يمينك تلقف ما صنعه إنما صنعوا كيد ساحرين ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرقين كالقود العظيم عذت بالله ربي ورب كل شيء من سحر كل ساحير وغدر كل غادرين ومكر كل ماكير ومن شر كل سامة وهامة ولامة ومن شر كل ذي شرين واستكلاب كل ذي صول وغلبت كل عدوين وشماتت كل كاشر أدرأ بالله في نحورهم وأستعيد بالله من شرورهم وأستعين بالله عليهم تدرعت بحول الله من نقلته وتحصنت بقوة الله من جنودهم ودفعتهم عني بدفاع الله القاهر وسلطانه الباهر ورميتهم بسهل الله القاتل وسيفه القاطع أخذتهم ببطش الله وطرتهم بإذن الله وفرقتهم تفريقا بحول الله مزقتهم تمزيقا بقوة الله شتتهم تشتيتا بمنعة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم غلبت من ناواني بجند الله الأغلب وقهرت من عاداني بسلطان الله الأكبر ودمرت من قصدني بحول الله الأعظم وتبرت من آذاني بأخذ الله الأسرع ودفعت من اعتدى علي بجلال الله الأمنا ولا منعة ولا عون ولا نصر ولا أيد ولا عزة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين هزمت الأحزاب بسطوة الله قذفت في قلوبهم الرعب بإذن الله صلت على فدتهم الروع بعزة الله وفرقتهم تفريقا بسلطان الله مزقتهم تمزيقا بقوة الله دمرتم تدميرا بقدرة الله أخذت أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم وأركانهم ببرش الله القوي الشديد وشدة ودفعتهم عنا بحول الله العلي العظيم وقوة وهزمتهم وجنودهم وأبطالهم وشجعانهم وأنصارهم وأعمالهم بأيذ الله المتين ونصر الله المبين مهزومين مرعوبين خائفين خائبين مخسوين مغلوبين مكسورين ماسورين مبهورين مكهورين مقهورين اللهم ادفعهم عنا بحولك وقوتك وبطشك وسطوتك مفرقين ممزقين مبهورين مكهورين مقهورين مدحورين مذعورين صاغرين خاسرين مخذونين مغلوبين مبهوتين مشموتين تائهين في ذهابهم عامهين في إيابهم حائرين في مآبهم صائرين في تبابهم مجغولين بأجسادهم مكلومين في أبدانهم مجروحين في آرائهم مضروبين برقابهم ممنوعين عن سهامهم مردوعين عن مرامهم مجبوهين في كرتهم مصروعين عن وجهتهم شماتين من متوجههم شتاتين عن مجتمعهم مطبوعاً على قلوبهم مختوماً على أفدتهم مغشياً على أبصارهم مقعوداً على ألسنتهم مربوطاً على أحلامهم وأفهامهم مجدوداً على أيديهم وأرجلهم مدرؤاً بك اللهم في نحورهم مستعاذاً بك من شرورهم مستغاثاً بك عليهم اللهم فخذهم أخذك السريع وصلت عليهم باسك الفجيع مدفوعين مصروعين مدعورين في أنفسهم مسحورين في أبشارهم مكبوبين على وجوههم ومناخرهم مخنوقين بحبالهم وأوتارهم مقيدين بالسلاسين مكبلين بالأغلال مقرنين في الأصفاد مطروقين بمطارق البلايا مصعوقين بصواعق المنايا مقطوعاً دابرهم مفجوعاً غابرهم مسلوباً سالبهم مغلوباً غالبهم يا موجوداً عند الشدائد أم من يجيب المضطر إذا دعاه كتب الله لا أغلبن أنا ورسلين إن الله قوي عزيز ألا أن حزب الله هم الغالبون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إننا كفيناك المستهزين فأيدنا الذين أبنوا على عدوه فأصبحوا ظاهرين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد الحمد لله رب العالمين أصبحت في حمى الله الذي لا يستباح وفي ذمة التي لا تخفار وفي جوار الله الذي لا يمنع وفي عزة الله التي لا تستذال وفي حزبه الذي لا يهزم وفي جنده الذي لا يغنى وفي حريمه الذي لا يستباح بالله افتتحت وبالله استنجح وتعززت وتعوقت وانتصار وبعزة الله قويت على أعدائي بجلال الله وكبريائه ظهرت عليهم وقهرتهم بحول الله وقوتي وتقويت واحترست واستعنت عليهم بالله وفوضت أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أتى أمر الله على كلمة الله ولاحت حجة الله على أعداء الله الفاسقين وجنود إبليس أجمعين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة والمسكن أينما ثقفوا أخذوا وقتنوا تقتيلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنا أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جمعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تحصنت منهم بأحصن الحصون فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا آويت إلى ركن شديد والتجات إلى كهف منهي وتمسكت بالحبل المتين وتدرات بدرع الله الحصينا وتدرقت بدرقة أمير المؤمنين عليه السلام وتعوذت بعودته وتختمت بخاتم سليمان بن داود عليهما السلام فأنا حيثما سلكت آمن مطمئنون وعدوي في الأهوال حيران قد حف بالمهانة وألبس بالذل والصغار وقمع بالصفاد وضربت على نفسي سرادق الحياقة وأدخلت عليها ياكل الهيبة وتتوجت بتاج الكرامة وتقلت بسيف العز الذي لا يفال وخفيت عن العيون وتواريت عن الظنون وآمنت على روحي وسلمت على عدائي فهم لي خاضعون وعني خايفون ومني نافعون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قصرة أيديهم عن بلوغ ما يؤملونه فيي وصمت آذانهم عن سماع كلام يديني وعميت أبصارهم عني وخرست ألسنتهم عن ذكري وذهلت عقولهم عن معرفتي وتخوفت وخفت قلوبهم مني وارتعدت فرائصهم من مخافتي وانفل حدهم وانكسرت شوكتهم وانحل عزمهم وتشتت جمعهم وافترقت أمورهم واختلفت كلماتهم وضعف جندهم وانهزم جيشهم فولوا مدبرين سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وامار علوت عليهم بعلو الله الذي كان يعلو به علي عليه السلام صاحب الحروب ومنكس الرايات ومفرق الأقران وتعودت منهم بالأسماء الحسنى وكلماتي العليا وظهرت على أعدائي بباس شديد وأمر عتيد وأذللتهم وقمعت روسهم ووطيت رقابهم وظلت أعناقهم لي خاضعا قد خاب من ناواني وهلك من عداني فأنا المؤيد المحبور المظفر المنصور قد لزمتني كلمة التقوى واستمسكت بالعروة الوثقى واعتصمت بالحبل المتين فلن يضرني بغي الباغين ولا كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين أبداً عابدين ودهر الداهرين فلن يراني أحدون ولن يجدني أحدون ولن يقدر علي أحد قل إنما أدعو ربي لا أشرك به أحدا يا متفضل تفضل علي بالأمن على روحي والسلامة من أعدائي وحل بيني وبينهم بالملائكة الغلاظ الشداد وإن يدني بالجنود الكثيرة والأرواح المطيعة فيحصبونهم بالحجة البالغة ويغذفونهم بالأحجار الدامغة ويضربونهم بالسيف القاطع ويرمونهم بالشهاب الثاقب والحريق اللاهب والشواض المحريق ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصيب إلا من خطف الخطفة إني قذفتهم ورجزتهم وذهرتهم وغلبتهم ببسم الله الرحمن الرحيم وطهى وياسين والذاريات والطواسين والتنزيل والحوامين وكافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وقاف والقران المجين ونون والقلم وما يصطرون وبمواقع النجوم والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فولوا مدبرين وعلى عقابه الناكصين وأصبحوا في ديارهم جاثمين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فوقعوا الله سيئات ما مكروا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق با لفرعون سوء العذاب ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اللهم إني أعود بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم وأسألك من خير ما عندك يا الله فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم جبرايل عن يميني وميكائيل عن يساري ومحمد صلى الله عليه وآله أمامي وأمير المؤمنين عليه السلام ورائي والله تعالى مضل عليه يا من جعل بين البحرين حاجزا أحجب بيني وبين أعدائي فلن يصلوا إلي أبدا بشيء يسوني وبيني وبينهم ستر الله إن ستر الله كان محفوظا حسبي الله الذي يكفي ما لا يكفي أحد سوا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذغان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم اضرب على سرادقي حفظك الذي لا تهتكه الرياح ولا تخرقه الرماح وقروحي بروح قدسك الذي من ألقيته عليه أصبح معظمان في عيون الناظرين وكبيرا في صدور الخلق أجمعين ووفق لي بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا واجعل صلاحي في جميع ما أؤمله من خير الدنيا والآخرة واصرف عني يا بصار الناظرين واصرف قلوبهم من شر ما يضمرون إلى خير ما لا يملكه أحد اللهم أنت ملادي فبك ألود وأنت عيادي فبك أعود يا من دلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة أجرني من خزيك ومن كشفي ستريك ومن نسيان ذكريك والانصرافي عن شكريك أنا في كنفك في ليلي ونهاري ووطني وأسفاري ذكرك شعاري والثناء عليك دثاري اللهم خوفي أصبح وأمسى مستجيرا بأمانك فاجرني من خزيك ومن شر عبادك واضرب علي سرادق حفظك وأدخلني في حفظ عنايتك وقروحي بخير منك واكفني من مونة إنسان سوء وأعود بك من قرين سوء وساعتي سوء وشماتة الأعداء وجهد البلاء وأعود بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرقوا بخير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالما فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهار وأما السائما فلا تنهار وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والي الطيبين الطاهرين